بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة امين الزار لتعليم دروس الفوتوشوب والمونتاج وغيرها من المعلومات التقنية تكمل في دروس البروش اليوم نقوم بتحميل مجموعة البروش المميزة للفوتوشوب الخاصة بضربات الفورشات كما راكم تشاهدو في الصورة يعني هذا الفورشات مميزة جدا تستعمل في عدة ثاني صور حتكون مميزة اذا انت لقد تحميل تضغطوا على هذا الرابط الذي ستجدونه اسفل الفيديو في الوصف بعد الضغط في الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس تخشنا هذا الصفحة نكليك على دولونت او تحميل نخلوا الصفحة الاصلية تخرجنا بعد الطريقة يقولك تانكيو فور دولونتين يعني شكرا على التحميل انتظروا فقط ثواني هي حمل اوتوماتيكيين في حالة ماذا ما حملش نضغط على كليك هير الموجودة في الصفحة اذا حملت هذه حملت اوتوماتيكيا انا حملتها مسبقة الكاميرا لكم تشوفوا بروش بانت اذا تحملك عن طريق الراري تحملك يعني ملف الرار مضغوط يعني تفكي الضغط وتخرج لك فيها الصورة وتخرج لك فيها يعني الملف عن طريق يعني بروش بانت اش كيو ابي اير هذا هو البروش اذا طريقة التثبيت فهي طريقة سهلة جدا كلا عادة نثبته مباشرة نكليكو فيه دفوة يتنسطرة او يثبت مباشرة في الفوتوشوب او عن طريق الذهاب الى الفوتوشوب يعني نفتح برنامج الفوتوشوب ثم نفتح صفحة جديدة يعني صفحة بيضة نروحوا في فايل نيو او عن طريق ضغط على كونترول ام نفتح اي مقاس يعني مهم للتجربة للتست نضروا كريت صفحة وحدها مهم التجربة ثم نروح ونضغط على البي في الكلافية او نضغط على بروش تول ثم نذهب الى الاعلى في هذه السهم الصغير ثم نروح الى ديامين نضغط على هذا الايقوان الصغيرة نروح للايد بروش يعني لتحميل البروش نختار البروش او اه نبحث عنه ملقينا هاش خطك لازم نحيهم ملف المضغوط لازم يكون ملف عادي كما راكم تشاهدوا نقل فيه ثم نزلوا الموجود فيه ملف فرار نزلوه يعني نحطه مثلا في البرو هكذا باش يكون ملف متحرر باش نقدروا يعني نستعمله نعبدو نحلو برنامج الفوتوشوب ثم نضغط على البيت ثم نذهب الى السهم الصغيرة ثم نضغط على ايقوان الصغيرة ثم نضغط على ليد بروش نحملوها في البرو كما تلاحظو ديستكسطوب ثم نقل لكوانا على البرو ش نقل فيها و نديرو اوبن حالنقوا وتماتيكين نحمل في الجدول اللي موجود هنا ننزلو الى الاسفل نجدو يعني جميع البروش الموجودة يعني قداها عدد قريب بوحد ثلاثين او ربعين بروش لا الاستعمالات المتنوعة مثلا نختار لون معين نختاروه بروش معين نختاروه نختار حجم تكبره او نصغره ثم نختار اللون وضغطة وحدة في الجهاز في الورقة يصبح لديك هذا الشكل وتستطيع ان تغير اللون الذي تريده اذا اجو انه اعجب لكم هذا الدرس لا تنسوا الضغط في الاشتراك في قناتنا لتعمل الفائدة وتضغط على الجرس هكذا لتفعيل الجرس لكي يصل لك كل جديد عن فيديوهاتنا ولا تنسوش اللايكات واللي عنده اي سؤال فقط يحبط الاسفل الكموند ويكتب اي سؤال في اي موضوع في امور التقنية او في برامج المونتاج او الفاتوشوب اذا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته